اشتركوا في القناة وقلتم في خطاب العرش 2017 إذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة ولا يثق في عدد من السياسيين فماذا بقي للشعب؟ إما أن تقوموا بمسؤولياتكم أو تنسحبوا يا ملكنا العزيز إنهم لا ينسحبون إنهم لا يستقيلون إنكم يا جلالة الملك تعفونهم من مهامهم بتعديلات حكومية وبغضبات ملكية أو تصدروا في حقهم تقارير فساد فيعودون كما أعفي وزير الشبيب والرياضة السابق محمد أزين من مهامه وعاد نائبا لرئيس مجلس النواب كما أعفي وزير العلاقات مع المجتمع المدني السابق الحبيب الشباني وعاد رئيسا لجهة ضرعة في لالس عن حزب عدالة وثنمية كما اختفى الأمين العمس السابق لحزب الاستقلال حاميد شاباط لثلاث سنوات بتركيا تاركا مقعده بالبرلمان شاغرا بعدما فضحت الصحافة حساباته البنكية وأملاكه وعجز عن تبرير ثروته الطائلة والمفاجئة والغامضة لتتم إعادته للواجهة يترأس مؤتمرات حزب الاستقلال طامعا في استرجاع عمودية فاسية جلالة الملك نقول لكم مسألة لو كان علي يعتى على قيد الحياة وكان حاضرا معكم هنا وكانت بالإمكان أن يقوم بالجولة التي قمت بها كان سيتململ في قبره ويقول نضالي هذا هو اللي اعتهد شي كامل الحمد لله الحمد لله مال مال قلب الشعب في لجهة العدل عاود رجعوه وشوفوه مشي الشعب كله طبعا ولكن احنا اللولين الديمقراطية ما في عمر ما عمرش ديمقراطية ما صوتوا الناس بها مية بالمية إلا منك تكون ديكتاتورية الساعات كي صوتوا الناس بها مية بالمية الديمقراطية كي صوتوا خمسين ستين سبين في المية أربعين في المية ولكن اجيزين انتا اللول انتا هو اللول ما تقولون انش الناس لا انتاش بتي غير مليون وثمانمائة ألف ولا جيزين المليون ديال الناسية ولكن جيتها للأول عمتوا ولا لا هاي هذه الديمقراطية عمتوا كات كات تهزبهم هنا تحصلوك هنا تقول فغيسي العمل ديالكيدوز ايه ارى هاك كاعتك مثلا مية مليون لمية وعشرين كات سيني عليها اللي غد تاخد اخضيتيها وانتا قد تاخد غير مية او تاخد ثمانين اذن فين تطور الرشوة تيدينا اذن شكون يطور الرشوة هو نسؤول الناسية الراجل متجوز يا بيت اسمعي مسألك اسمعي يا امه اسمعي عمك واخوكي وابوكي يستاذي الراجل يتجوز يختي على مراته لا يقول لها ولا يجيب لها سيرة وجوازه صحيح مية في المية ماشي يا حلاوة ماشي متاخد هي الشي راقب دا كله عدواش طبقت او وفاو بيها او ما وفاوش بيها علاش انها دا اول مشكل انها المرأة اخرى تتقولوا اي دا صوتت عليه وما وفرش بالوعد داله وكي قد نعود نصوت عليه وخي يجيب لي الدن فقه تخوفونا وحاولتوا تخوفوا الشعب ومخلص منكم كان طلب منك ما قلت والو انا نحصل على الجيد طب والو صافي صافي ما يخلق والو انا بالنسبة لي لي غير العزوف اللي كاين عن الانتخابات هذا بعدها نبسو تيطرح نفسو مبقعتش الناس تيق وهذا هو المشكل الاساسي طب متى تشوف هذه المشكلة هذا هو مشكلة تيقها كيف تعيين؟ الناس ما بخادش التيق طب ما شيف السياسين طب حتى اللي هو متاني العلم اللي هو البيبليك السكتور البيبليك القطاع العام حتى هو تخاص هذه رسالة مفتوحة الى الملك محمد السادس بشأن مقاطعتنا للانتخابات القادمة 2021 كما تبادل قياديو حزب الاصالة والمعاصرة حكيم بن شمش وعزيز بن عزوز في مراسلتين علنيتين تهما بصرقة اموال مجلس المستشارين ثم تصالحوا ليبقى بن شمش رئيسا لمجلس المستشارين ويختفي بن عزوز بالاموال كما تم وضع شكاية لدى النيابة العامة من طرف شبيبة حزب الاتحاد الشراكي ضد أمينهم العام دريس الشقر بعد أن حصل مكتبه للمحامات على صفقة أموال طائلة متعددية العامة لموظف الإدارة العمومية التي لم يكن يترأسها سوى الاتحاد عبد المولعب المومني في استغلال صارخ لصداقتهم لنهب المال العام ولازلنا نارى دريس الشقر أمينا عاما لحزب الاتحاد الشراكي يفرق التزكية الانتخابية أولها لابنه على مقاطعة عقوب المنصر بالربار إن كان شيح الداخر قالها قبل مني صوتوا على اللي بغيتوا إلا على هادو إلا على هادو كما تلم إعفاء وزير الداخلية السابق محمد حصاد وعاد قياديا بحزب حركة الشعبية يطمح في الأمان العام للحزب كما تم مؤخرا إعفاء رئيس مؤسسة مازين للتاقة الشمسية مصطفى الباكوري بغضباء ملكية منعتهم السفر إلى الخارج ومع ذلك لا زال رئيسا لأكبر وأغناجها في المغرب الدار البيضاء الكبرى كما أعفي وزير الشابب والرياضة السابق رشيد طالبي العالمي الذي وحسب تقرير مفتشية المالية اختفى في عهده ستميات مليون درهم من الوزارة وهو الآن قيادي يقوم بالحملة الانتخابية لصالح حزب الأحرار مثله مثل وزير العدل السابق محمد أجار ووزير المالية السابق محمد بوسعيد الذين أعفيتهم يا جلالة الملك وأقلتهم من مناصبهم الوزارية بسبب الإهمال وقضايا مالية ولا زالوا يقومون بالحملة الانتخابية كقياديين بحزب تجمع الوزارة الناس مبقى تشتق فينا وهذا أول مشكلة التي تطرح بالأساس لأنك بغيته لما كانتش تتقى لأنك بتنقله مانا دائما يودرها لا اقتصاد ولا مال ولا تكون قبل كل شيء بالأساس تتقى تتقى أولا على السيكوريتي الانتخابية على السيكوريتي و على زيكوريتي و على السيكوريتي و في جوجاً كانان غيراك الأعلى أنتم لم ترغبوا دورين بينها لأنها جلالة الملك أرى أنكم لم ترغبونوا هذا الشيء فالتي تجدونهم المغربي اللي على الخارج تقلوها جلالة الملك وشوف هنا القطع السياسي من تاوح الأوكادة يرجع تقول شوف لي وشنو غدي يدعمل كل شي تتقول لي هذا وهات العزوف راباين ناس ما بقاتش تتق في هاد الأعزاب ولا تهات الواقعات ذاتها سمحوا لي تنزول باكروزة ترى زولو هذا ماذا بقاتش تتق وصاف وان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة